السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اخوتي اخوتي جبنا لكم الجيج الفخار تاع الجيج في الكوشة ولا الرجلين تاع الجيج في الكوشة انا شريته من سيبر ماركت تاع العرب في اورورا واكيد نقيته مليح مليح بالفارينة انا ديما الجيج النقيه قبل بالفارينة نقيته للملح والخل ونقيته ربع غسلات حتى الخمسة المهم حتى تروح له هذه الزفورية الي فيه كيما راكم تشوفو ونشفتو خاسكم تنشفوه مليح ضروري تنشفوه من الماء ولو تحطي فيه كس كاس يقطر ولا ياخذ وقتو نزيت قبل بنحط له التواب نتأكد بلي راه نشف كيما كيشتي ببابين نمسح ويبالي مهم انه شفته مزيان نفوتو ذكاء للمقادير تتاوعنا بسم الله وعندنا اللي هنا هي فلفل عكري حلو عدنا كوركم عدنا زعتر عدنا مغرف تاع موتارد عندي مغرف هنا تاع هريسة عندي الملح وعندي فلفل لكحل وعندي سكنجبير زنجبيل بودرا كل شي ماخذ منه مغرف تاع قهوة ماشي تاع ماكلة بس كثرة التواب راه هتمرر للماكلة هذا اللي كان مفرغوا هذو كامل ع الجيش تاعنا وعندي سنينات تاع ثوم سكرف جتهم كما كيتشوفي ثوم على حساب الرغبة انا درت شي ربع سنينات كبار وعندي كيتشوب هايليك كيتشوب تساعد بزف ومليحة الجيش في الكوشة نحط هناك المقدار اللي تحبي عليه حط ايه وزيت زيتون انا كي راح نديرولي الجيش ما خافش منه بسك راح نحطوه فالكوشة مش راح يتحط على النار باش يعطيني طعم مر ولا نخلط دك الشي مليح كايلي تحبي تزيد القارس كايلي تحبي تزيد مغير فتع خل في وسط العقدة كايلي تحبي تزيد الكمون انا هذي طريقة مبسطة وسهلة شوية زيت زيتون الشي زي مغير فتع ماكله وخلطه ذاك الشي مليح حتى يدخل فيه كامل التابل وما ياخدش وقت وتحطيه في الفران تاعك رهي طيب وترح يتقضي شغلك على خاطرك سوضرته غداء ولا عشاء يعني ما فيه لا تمارة لا تعب لا والو فيه غير الوقيتة اللي تكون يتغسل الجاج هو لياخذ الوقت ومشي لا خرع لحسب الفران تاعك على الوقت لحسب ماي طيب انا ديما ندير 180 درجة هايليك الخل الخل درت بيض انتي اي نوع تخل عندك ديري غي شوية هكا في يدك يعني مش عبر تعكس ولا كمشا في يدك ونزيد خلطي ذاك الشي مليح حتى تحس بلي التوابل دخلو كامل في هذاك الجاج وعاد منزلنا نحطوه انا تحبي تحطيه في البلاء اللي رك راح طيبي فيه طول باش تجيك سهلة العبلية وعاد حطيه في الثلاجة انا هاوليك البلاء اللي راني راح نحط فيه هذا منها نطيب فيه ومنها نحطوه في الفخي جيداخ باش بندير زوج خدبات هاي ليك كي ما قلتلكم تحبي تزيدي القارس تحبي الكمون تحبي الخل وما هذو كتوابل اللي اعطيتهم لك في الاول ضروري باش يكونوا هما سبق نعصر القارس بتاعنا انا ديما قشرت على القارس ملوحهمش كي نستعمل القارس ديما نحك بهم يدية وجهي رجلية ومش حي نبقى ديما غير في الكوزينة واكيد راح نخرج وبره نتقده وكيفه الرتب والدار لماسك بزاف سوالح نخلطو هاداك الشي مليح مليح نحطوه في الصحان اللي أنا راح نطيبوه فيه ولا سنيوة ولا البلاو اللي كان عندك الزجاج حديد مش يبضروري يكون عندك غير الزجاج ولا المهم الشي اللي يدخل في الفران هو اللي نطول نستف فيه نكمل علي هذيك العقدة اللي بقات من اللوحاش مندلوش المبسك راح نغطيه ونجاج بعده راح يطلق قلبه يعني قطرة ما ما فيهش فيه الخل والقارس يكفيوا هاينيك نحبط هذيك العقدة كاملة ويجي الطعب والله يبارك يعني بابسط الاشياء اللي انسان يقدر يشبه الطابلة تاو مش يضروري في رمضان بالعكس رمضان نديرو الحويجة الخفاف على جلب معدد تاعنا مش ينمكلة ثقيلة كاملة ويجبو اي حاجه نمسحو بها دايما راكم تعرفوا الواحد كي يكون في الكوزينة خاصو ديما يجمع ورا ما يخليش حتى كي ساري باش يقول بنجمع خاص كي تصايبي شي حاجه مورها طول الجمعي ونقيه باش تبقى كوزيتك ديما نقيه ممكن اللي تحب تديرو الخضراء ثاني كأنواع الخضرقة واش عندك قطعيها فرشيها في السنوار وشي لها غير ملح وخليها لطولي طيب الجاج الخضراء راها طيب من هيك احدا دينا مرسكة غيرا على حساب البلاقيس ما يتغطى وننحي هذو كان هذو كل حواشي باش من كي ما قلتكم القارس انا بنلوحوش القشور تاع القارس ديما نستعبلهم نغطي البلات وإلا درتي سنوار واحدة وما عندكش فيها خطيوه هكا تعز الجاج تديري البابي وفوقها الاليمينيوم يعني قبل ما تحطي الاليمينيوم حطي البابي التاعك يكون احسن يعني سيفتي حتى للصحة ديالك حاجة مليحة با وجدته نحطه في الفرشيداغ مينيموم زو سوية ثلاث سوية كل عادة الجاج اللي حبيتي هي جيك ابنين وما تكونيش مزروبا على الأقل خليه شي ساعزوش في الفرشيداغ أنا بخليته الشيزو السوية بإذن الله قبل ما نشعله الكوشة خرجنا من الفرشيداغ تاعنا حطينا في الكوشة ديالنا على درجة حرارة 180 شوفي كي نفتحو كيفاش نقاوهم الداخل شوفي ولا أروح الله يبارك شوفي هذي كلاسوس تحبي تديري حذة بطاطا بيري تسقيها بهذي كلاسوس تحبي تديري روز بيض تحبي تديري فريت شلاذة أنا الحقي قادرت معها عدس دق مورا ندير لكم الوصفة العدس هل العدس هاي ليك شوفي اللّه يبارك لاصوس اللي وجهت حمرها تشهي بو أنا ماني شحل نغطيها نشعله غير من الفوق مدة عشر دقائق على ما يتحمر شوية زيادة وخلاص أديري إنسان يقدر يديرها ومشي بضروري الرجلين جاجة مقطعة سدورة رجلين جناحات وش عندك شوفي الله يبارك كيفاش جاء تاكلوه بالصحة والراحة على الله تكون عجبتكم وتجربوها وتخلو لي في التعليقات تاعكم ورا كما قل لك الواحد شرفتونا والله يعطيكم الصحة على وقتكم اشتركوا في القناة